شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكا والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين كان حديثنا يدور حول دعوة المهدوية والسفارة في عهد الغيبة الكبرى وفي هذا المجال يطرح سؤال يقول كيف يمكن لنا أن نعرف الفرق بين أمر خارق للعادة يدل على صدق الدعوة وارتباط المدعي بعالم الغيب وأمر خارق للعادة لا يدل على ذلك الجواب على ذلك أن هذا التمييز وهذا التفريق يعتمد على دراسة عدة عناصر العنصر الأول شخصية المدعي من هو هذا المدعي؟ وما هو هدفه؟ وما هو سلوكه؟ هناك مدارس ثلاث الأولى ترتبط بالله سبحانه وتعالى والثانية ترتبط بالشياطين وبالقوى الخفية الشريرة والثالثة والثالثة ترتبط بالنفس الأمارة هناك فرق يظهر بالدقة والثالثة والثالثة ويتحلون ويتحلون بالقيم الأخلاقية الرفيعة بينما بينما خريجوا المدرستين المدرستين الأخريين يتصفون بالتلوث ويحملون في سلوكهم القيم المضاد في أحضان هذا التلوث الأخلاقي تنشأ الدعاوى الكاذبة يعني بداية الأمر تلوث أخلاقي فساد أخلاقي انحراف أخلاقي في أحضان هذا التلوث والانحراف والفساد تنشأ الدعاوى الكاذبة في بعض الأحيان الحركة تكون حركة عكسية هذه الحركة أنه البداية التلوث الأخلاقي والعملي والنهاية الدعاوى الكاذبة الحركة في بعض الأحيان تكون حركة عكسية يعني تبدأ الحركة بالدعاوى الكاذبة وتنتهي إلى التلوث الأخلاقي والانحراف العملي والسبب في ذلك واضح الذي يجرؤ على الكذب على الله سبحانه وتعالى الله تعالى يقول إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون الله تعالى يقول وَمَنْ أَظْلَمُوا مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ أَكُوْ أَظْلَمْ مِنْ هَذِي؟ الآن هذا الحاصر حقيقي أو إضافي هذا بحث آخر ولكن الذي يجرؤ على الكذب على الله سبحانه وتعالى هذا بعد يبقى عند مانع من الانحراف الأخلاقي والتلوث العملي هل تبقى عنده حرمة لمحرم؟ كلا ولذلك البداية تكون دعوة كاذبة والنهاية والعياذ بالله تكون انحراف عملي وأخلاقي والعياذ بالله لا يعرف الحدود حد بعد ما كو بكل ما لهذه الكلمة من معنى يعني كل ما تتصور من أنواع الانحراف والفساد الأخلاقي تبتلى بها عادة هذه الحركات الكاذبة ولذلك أنتم عندما تراجعون التاريخ تجدون أن هذين النوعين من الانحراف الانحراف الفكري بالدعاوة الكاذبة والانحراف الأخلاقي باقتحام المحرمات بمختلف أنواعها هذان عادة يحصلان معه الآن هذا يكون قبل أو ذاك يكون قبل ذاك بحث آخر والذين ينتمون إلى هذه الحركات الكاذبة ربما يبدأون بصدق نية وبصفاء ولكن شوية شوية يجروه في البداية مع تبرير في البداية غموض أكو يلبسون الحرام ثوب الحلال فهو في شك من أمره هذا حلال هذا حرام هذا جائز هذا مو جائز في البداية حرام مع التبرير ولكن تنتهي القضية إلى حرام مكشوف بلا تبرير لكن في ذلك الوقت كثير منهم يتمكنون يتراجعون أنا أذكر لكم نموذجين من النماذج أنه هذان النوعان من الانحراف كيف يتزامنان انحراف عقائدي عقدي وانحراف أخلاقي وحقيقة هذا الوادي وادي جدا خطير يعني بالنتيجة يودي بدين الإنسان في كل الأبعال طبعاً طبعاً النماذج كثيرة وأنا ما أتمكن هنا أذكر جميع التفاصيل إذا حبيته بعدين راجعوا التفاصيل هذا في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي رحمة الله عليه من الضروري كل واحد مننا تكون في بيته مكتب مهدوية الكتب المتعلقة بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرج في بيته واحد يخلي هذه الكتب ويطالع هذه الكتب لأنه القضية قضية خطيرة في الأحاديث أكو تحذير من الرايات الكاذبة في كثير من الأحيان واحد يلتبس عليه الحق والباطل إذا عنده رؤية إذا عنده معرفة لا يقع في الفاخ واحد يخلي مئة كتاب مئتين كتاب ألف كتاب في مكتبته ويراجعها بين الحين والآخر الثقافة المهدوية هذا في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي في هذه الطبعة صفحة ثلاثمية وثمانية وتسعين يقول كان واحد من هؤلاء المدعين الذين ادعوا البابية أنهم أبواب والنواب الخاصين للإمامة كان يقال له محمد ابن نصير أو نصير النميري أو النميري هذا كان من أصحاب الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه ولكن كثير من هؤلاء عدهم طموحات طموحات الرئاسة طموحات الزعام هذه القضية التي تحرك عجلات التاريخ أنتوا لاحظوا التاريخ من أول إلى هذا اليوم من الذي يحرك إحدى المحركات المهمة لعجلات التاريخ حب الزعام حب الرئاسة ولو باختراع مذهب باطل ادعى أنه صاحب إمام الزمان وادعى البابية أنه باب الحج صلوات الله وسلامه عليه القضية لا تقف عند حد معين تتطور يوم بعد يوم ادعى أنه رسول النبي وأن علي ابن محمد أرسله يعني الإمام الهادي صلوات الله عليه هو الله تعالى وأنه نبي هذا الإله وكان يقول بالتناسخ أن الأرواح تنتقل من شخص إلى شخص ويغلو بالإباحة للمحارة هذا الذي يكذب على الله سبحانه بعد تبقى عنده حرم لمحرم بعد هنا أنا مطالب الآن ما أتمكن أنقل إذا حبته راجعوها يقول ورؤية أغير العبارات في وضع شاذ مع غلام له فعوتب على ذلك فقال هو من التواضع وترك التجبر هذا من التبرير الشيطاني والعياذ بالله واحد يبدأ من تلك البداية وينتهي والعياذ بالله إلى هذه النهاية يكفد واحد آخر أيضا معروف هذا كان في عهد الغيب كان فد واحد آخر أيضا معروف هذا جدا قضيته تحتاج إلى اعتبار لأن رجل مستقيم كان كان رجل متقدما في أصحابنا كان عالم من العلماء ولكن الامتحان للجميع الامتحان للعالم للجاهل للتاجر كل واحد يمتحن بشكل معين الجد رحمه الله ينقل أنه في سجود الأخير كان يقرأ اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا فقيل فقيل أنت رجل قضيت عمرك في التدي شنو معنى هذا الدعاء فكان يقول أخاف أن أكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة في المحك سقط في الامتحان ما حك شنو ما حك الحسد الحسد لنظن أنها قضية هينة اللي أسقط الشيطان في الامتحان الحسد اللي أسقط قابيل في الامتحان حسده لأخيه هابيل واحد ميت ما كان يشوف واحد في خطة متقدم عليه حسده للحسين ابن الروح أو روح هذا جعله ينحرف محمد ابن علي أش المغاني معروف هذا هذا في كتاب قاموس الرجال المجلد التاسع صفحة أربعمية واثنين واربعين نجاشي قايل في حقه كان متقدما في أصحابنا فحمله الحسد لأبي القاسم ابن الروح أو روح على ترك المذهب ترك المذهب والدخول في المذاهب الردي يعني أشياء ما يمكن واحد يقولها من فضاعتها والنتيجة شنو كان الآن آخرت ويجب أن نذهب هناك نشوف آخرت أمو الدنيا فأخذه السلطان وقتله وصلب هم دنيا راحات هم آخرت راحات إهنان يذكر المؤلف مذاهبه انحرافات الفكرية في صفحة 447 الحلول من جملة نظرياته هذا الشلمغاني ونظرية الضد ونظرية الدليل على الحق وعند نظريات عجيبة هذا انحراف فكري وانحراف عملي أيضا ويقول هو أو جماعت إن محمدا صلى الله عليه وآله بعث إلى كبراء قريش وجبابرة العرب ونفوسهم أبيه فأمرهم بالسجود ليش امتحان الهم خب امتحاننا الآن شنو وإن الحكمة الآن أن يمتحن الناس بعد ما أتمكن أقرأ في أعراض الى وين وصل إذا حبيت اقرؤ شوفوا إلى أي مستوى منحط وصل هذا الرجل والعياد بالله يعني أحيانا واحد يدخل في خط الانحراف ويصل إلى درك لا يتصور ذاك النميري أو النميري وهذا الشه المغاني وأمثالهم كثيرون هذه الحركات المدعية الكاذبة والعياذ بالله كثيرا ما تكون بؤرة للانحرافات الأخلاقية أنواع الانحراف الأخلاقي والفساد السلوكي توجد في بعض هذه الحركات اللي راح في خط الشيطان يروح إلى النهاية هذا هو العنصر الأول شخصية المدعي سلوك المدعي الذين يمثلون الله سبحانه وتعالى في قمة الطهر والذين يمثلون الشيطان ويمثلون النفس الأمارة في درك التلوث والانحراف والعياذ بالله هذا الأول كيف نعرف المدعي من خلال عمله من خلال سلوكه من خلال أخلاق مو معقول واحد ملوث غارق في الموبقات والمنكرات هذا يكون ممثل للإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الذي هو طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر هذا الأول مع حكم الوجدان هذا بعد ما يحتاج إلى فضح سلوكه فضح عمله فضح بعد ما يحتاج إلى فضح آخر هذا هو العنصر الأول في التمييز والتفريق العنصر الثاني الأول شنو كان شخصية المدعي الثاني ما هي الدعوة ما هي دعوة إلى ماذا يدعو في التاريخ هذه القضية في التفاسير مكتوبة أو في التواريخ في البحار موجودة بأشكال مختلفة يقولون كان فد واحد هذا كان يقال له غاوي في الجاهلية وكان سادنا لصنم يعني محافظ يقوم بشؤونه في يوم من الأيام يجي هذا الصنام شاف هنالك ثعلب أو ثعلبين باختلاف الكتب النقل يبول على هذا الصنام قال عجيب أرب الله يُعبت ثم شد على ذلك الصنام وكسره وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له من أنت قال أنا غاوي قال لا بل أنت راشد النبي صلى الله عليه وآله كان يغير بعض الأسماء ثم أسلم وحسن إسلام واحد يأتي ويقول لكم هذا الصنام الذي صنعته بيدي هاتين هذا إله قل قل له ما هو دليلك يقول دليلي هاي السيارة اللي تمشي في الشارع أنا الآن أوقفها وإذا بالسيارة تقف أو القطار هل يدل هذا الأمر الخارق على صدق دعوه لا لأن إحنا في المقدمات قلنا إن الله سبحانه وتعالى يجب أن يفضح بمقتضى الحكمة واللطف والرحمة المدعي الكاذب هذه الدعوة مفضوحة لا تحتاج إلى فض حتى لو أتى لكم بألف أمر خارق للعادة لا يدل على شيء دعوة مفضوحة الفضح لا يجب أن الله سبحانه وتعالى يقف أمام الأمر الخارق للعادة هذا الطريق من الطرق الفضح بالعقل الباطن بالحجة الباطن بالوجدان كيف يكون هذا إلها قبيلة حنيفة صنعت إلها صنما من التامر ومواد أخرى تمور بعض المواد الأخرى صنعت منه إلها ناخد تمور إن سوي مننا صنم نقول هذا إله بعدياً عندما جاعوا في عامل مجاعة أكلوا إلههم أكلت حنيفة ربها زمن التقحم والمجاعة هذا الله واضح هذه الدعوة مفضوحة ما هي الدعوة هذا شنو دا يقول ما هي الدعوة يمكن أن تفضح المدعي هذه القضية عشرنا إليها في بحث آخر قبل فترة قلنا قضية السامري السامري إجا صنع عجلاً هذا الذهب جمع الحلي وصنع عجلاً ثم قال هذا إلهكم ما هو الدليل على أنه إله الدليل أنه يخور يعني يخرج صوت البقر حتى إذا يخور الآن لماذا هذا يخور لقبضة من أثر الرسول أو لأنه خلال منافذ الرياح تجري في هذه البقرة فتخور أو لأنه واحد كان وراء الحائط يخور من وراء الحائط فيتبين أن هذا العجل هو الذي يخور يقول لأي عامل حس البقرة قامت تخور والدعوة باطلة الدعوة مضادة للوجدان مناقضة للوجدان هذا العجل الذي صنعناه بأنفسنا السامري يقول هذا إلهكم وإله موسى ممعقض حتى إذا يجيب ألف أمر خارق للعادل دعوة كاد الآن لماذا هذا العجل يخور منتري الأمر الخارق للعادل لا يدل على ارتباط المدعي لله إلا لو لاحظنا أولا ما هي الدعوة وسابقا نقلت لكم عن الوالد رحمه الله مثالا لطيفا لتقريب القضية الوالد كان يمثل يقول إذا فد واحد جاء بلكم فارة من نحاس فارة نحاسية صنعها أمامكم فأخذت هذه الفارة النحاسية تقفز من مكان إلى مكان قال هذه الفارة هي الله تقبلون هذه الدعوة والدليل أنها تقفز الآن أنتم اكتشفتوا لماذا تقفز الفارة وتتحرك من مكان إلى مكان هل يعقل أن تكون هذه الفارة النحاسية إلها إذن العنصر الأول شخصية المدعي من هو هذا العنصر الثاني ما هي الدعوة العنصر الثالث وهذه قضية مهمة والعلامة المجلسي رحمه الله يشير إليها في البحار في البحار المجلد السابع عشر طفحة مئتين واثنين وعشرين يقول الثالث أن يتعذر معارضته الثالث قابلية المعارضة يعني شنو إجا واحد درسنا العنصر الأول درسنا العنصر الأول لم نجد عليه النقطة أخلاقية أطلاق سلوك سلوك مستقيم درسنا العنصر الثاني ما هي الدعوة دعوة معقولة لا يدعو إلى شيء يناقض الوجدان والفطرة وجاب لكم أمر خارق للعادة قال أنا نائب الإمام الحجة النائب الخاص في عهد الغيبة الكبرى أنا باب الإمام الحجة أو أنا الإمام الحجة قلنا شنو دليلك جاب أمر خارق للعادة العلامة الثالثة أن هذا الأمر الخارق للعادة قابل للمعارضة لمقابل هذه نقطة جدا مهم إذا هذا المدعي يرتبط حقيقة بالله الأمر الذي يأتي به الأمر الخارق مقابل للمعارضة لماذا؟ لأنه يستند إلى القدرة الإلهية القاهرة والغالبة أما إذا لم يرتبط بالله من ينجاب هذا الأمر الخارق للعادة بالتعليم والتعلم التعليم والتعلم طريق مشترك أكو هناك طريق معين حتى تصل لهذا الأمر الخارق للعادة أنا أطير حديد في الهواء هذا يعتمد على معادلة علمية أنت تطير حديد في الهواء تحدى العلماء العلماء يطيرون حديد في الهواء ما صار دليل على ذلك الطريق مشترك إذا الطريق التعليم والتعلم الآخرون أيضا يسلكون ذلك الطريق إذا الطريق قوة النفس وقاهرية النفس واحد يروض نفسه نفسه تكون متصرفة في بعض الأشياء الكوني وأنت عندك نفس قوية تتصرف في الكون ذاكم أيضا عنده نفس قوية أكو مرتاض هندي يوقف القطار يقول هذا الدليل على الدعاء أكو مرتاض هندي آخر أو مرتاض صيني أيضا يوقف القطار أنت عندك نفس قوية ذاكم عنده نفس قوية إذا القضية الارتباط بالشياطين والأرواح الشريرة هذا المدعي عنده ارتباط بالأرواح الشريرة فيخبر بالمغيبات الثاني أيضا عنده ارتباط بالأرواح الشريرة فيخبر بالمغيبات ولذلك دققوا في هذه النقطة الأدعياء الكاذبون عادة يتسترون الحركات المهدوية الكاذبة أدعياء المهدوية أدعياء البابية أدعياء السفارة الكاذبون عادة يتخفون ما يتمكن يتحد تعال يطلع أمام العلماء قل هذا دليلي هذه علامتي ما يتمكن لأن عالم يبطل حيلته ويكشف حيلته يتحدى على منه في الدوائر المغلقة حركات سرية يخلوهم في دوائر يغسلون مخهم تعال في الغرفة المظلمة هذا دليلي مو دليل هذا إذا صدق هذا هو الدليل تعال إلى العلان وتحدى ما يتمكن يتحدى أنبياء الله كانوا يتحدون يعني عيسى المسيح كان يقول أنا رسول الله وهذا دليلي أحيي الموتى أتحدى تعالوا أحيي الموتى أي واحد ما يتمكن أن يتحدى المسيح في دعواه في عهده ويحيي ميته لأن هذا يستند إلى قدرة إلهية قاهرة وإذا واحد يريد يتحدى الله يمنعه من ذلك ما يخليه لأن فلله الحجة البالغة ما يمكن واحد يتحدى خاتم النبي صلى الله عليه وآله النبي قال علىنا نأجي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله سورة واحدة تحدي علني 1400 عام هذا التحدي قائم أي واحد ما تمكن يتحدى رسول الله هذا الدليل جبوا سورة واحدة ولو بقدر سورة الكوثار سطريا تقريبا تحدي علني ما يخاف مرتبط بالقدرة القاهرة الغالبة التي كل شيء بيدها ولكن العدعياء الكاذبون يجون بالظلام غبش غموض في الغرف المغلقة القائد المجهول اللي اسمه مو معروف شخصيته مو معروفة فد أشياء يسوي مو معلوم منين جايب هاي الأشياء من الشياطين جايبها من الأرواح الشريرة من المخابرات الأجنبية مو معلوم منين جايبها صدق تعال تحد بل إذا واحد إجي واستجمع الشروط الثلاثة شخصيته درسناها شخصيته المدعي ما هي الدعوة التحدي هذا دليلي قال أنا نائب الإمام الحج هذا دليلي وأتحدى جميع العلماء في كل مكان إذا طلع مثل هذا بل نقبل لما قلناه من قاعدة اللطف إذا هذا كاذب الله يفضحه ما يخليه ولذلك يجب الحذر ليش يقولون راجعوا للعلماء لأن العلماء عدهم بصير عدهم نور يعرفون الحقاق الجاهل من أن يعرف حتى إذا يكون مثقف المثقف ما دارس هذه الموازين كثير منهم لذلك ارجعوا للعلماء شوفوا العلماء شنو يقولون أكو رواية لطيفة في الكافي نقرأ هذه الرواية كلش رواية لطيفة وهذه الرواية حتى إذا ماكو عليها الدليل قضايا قياساتها معها هذا مرآة العقول المجلد الرابع صفحة خمسة وثلاثين الرواية اختصرها يقول سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أما والله ليغيبن إمامكم سنينا العلام المجلس يقول ليش كلمة سنينا منصوبة إحنا ليغيبن إمامكم سنينا من دهركم وَلَتُمَحَّصُنَّ حَتَّى يُقَال مَاتَ قُتِلَ هَلَكَ وَلَتَدْمَعَنَّ عَلَيْهِ عُيُونُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَتُكْفَأُنَّ كَمَا تُكْفَأُ السُّفْنُ فِي أَمْوَاجِ الْبَحْرِ امتحان امتحان الغيبة نوع من الامتحان فلا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح منه وَلَتُرْفَأَنَّ إِسْنَةَ عَشْرَةَ رَايَةً مشتبهة رايات أكو راية حق ورايات باطل أكو هناك نبي موعود يقال له موسى بن عمران تدرون كم كاذب إجي قبل موسى بن عمران قال أنا موسى بن عمران أكو عدد في الروايات لعله سبعين رجل قبل موسى الكليم اجي ادعى أنه الكليم كذب بعد الحقيقة الفكرة الحقيقية يمكن واحد يحاول سوء الاستفادة منها وقلنا سابقا هذا الدليل حقانية الفكرة هذا ما يمثل نقطة ضعف في هذه الفكرة قال فبكيت الراوي يقول ثم قلت فكيف نصنع غموث ماذا نصنع من أين نعرف المدعي الصادق والكاذب فنظر إلى شمس داخلة في الصفة فقال يا أبا عبد الله ترى هذه الشمس قلت نعم فقاله والله لأمرنا أبين من هذه الشمس قضية واضحة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عندما أبعث واضح كان فلله الحجة البالغة يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يمكن واحد يضيع ابنه واحد ما يضيع ابنه ابنه واضح يعرفونه كما يعرفون أبناءهم النبي كان واضح ما كان واحد يشك في النبي الإمام الحجة صلى الله عليه عندما يظهر أبين من الشمس هل يمكن أن تشك في هذه الشمس الطالعة أبدا واضح أي غموض ماكو لذلك إذا واحد يكون نائب للإمام الحجة سفير للإمام الحجة الباب الخاص للإمام الحجة غموض ماكو برهان واضح وقاطر الله تعالى ما يخل عبادها الشكل يتم الحجة عليه نحن ما عندنا غموض في نبي من الأنبياء الأنبياء كلهم كانوا واضحين حجتهم كانت تام ولذلك الأمر الخارق الذي يدل على صدق الدعوة أمر غير قابل للمعارضة أما الخوارق الخفية المستورة في الغرف المغلقة في الظلام هذه القضايا لا تدل على شيء هذه العلامة الثالثة أولا شخصية المدعي ثانيا ما هي الدعوة ثالثا القابلية للمعارضة وعدم القابلية للمعارضة بهذه العلامات الثلاث يمكن أن نميز بين دعوة تقترن بأمر خارق للعادة تكشف عن صدق المدعي أو لا تكشف أنا أنقل لكم أيضا هذه الرواية التاريخية في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي رحمة الله عليه صفحة أربعمية وواحد هذا أيضا كانت له دعاوة دعاوة أنه وكيل الإمام الحجة نائب الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه بس على من يلبس على الضعفاء المستلعفين اللي ما يعرفون الموازين مو شغلهم هذ الحلاج الحلاج هذا الرجل الذي كان يقول أني وكيله صاحب الزمان عليه السلام وكان يستجر الجهال بعدين طمع في خداع عالم من العلماء شاف حيلتين طلت على الجهال فأراد أنه يجر النوبختي النوبختي منه وشيخ المتكلمين في بغداد ووجههم كان يترقب كان يترقب أن يكون سفيراً للإمام الحجة يعني هالشكل كان له مقام اجتماعي طبعاً الإمام اختار الحسين ابن روح ومختارني الآن هذا الحلاج المدعي يريد أن يقشمر النوبختي شيخ المتكلمين روح قشمر كان مستضعف لما أراد الله تعالى أن يكشف أمر الحجة حلاج ويظهر فضيحته ويخزيه وقع له أن النوبختي ممن تجوز عليه مخرقته وتتم عليها حيلته فوجه إليه يستدعيه وظن أنه كغيره من الضعفاء في هذا الآمر وإذا جر النوبختي بعد جر أهالي بغداد بغداد تخضع إليه كل يخضعون إليه فقل في كتاب إليه إني وكيل صاحب الزمان صلوات الله عليه فقل إني أسألك كلام النوبختي أمراً يسيراً يخف مثله عليك أنت نائب الإمام الحجة فد معجزة بسيطة أريد منك وهو أني أختار بعض المقاطع إذا أحبتوا راجعوا أنا فد معجزة أريد منك وهو أنه هذه لحية البيضاء تحولها إلى لحية سوداء هذا هو تقدر يلا فإني طوع يدك إذا سويت هذه لحية البيضاء سوداء أنا في خدمتك وصائر إليك وقائل بقولك وداع إلى مذهبك مع مالي في ذلك من البصيرة ولك من المعونة أصير ذراعك إيدك في بغداد فلما سمع ذلك الحلاج من قوله وجوابه علم أنه قد أخطأ في مراسلته وجهل في الخروج إليه بمذهبه وأمسك عنه ولم يرد إليه جوابا وإلا تتم إذا حبيت وراجعوها في الكتاب وصارت هذه القضية حديث الأندية نختم كلامنا بما ذكره الوالد رحمه الله في كتابه المكاسب المحرمة الوالد له كلام في المجلد الأول صفحة ميتين وأربوطعاش يقول ثم من الواضح الفرق بين المعجزة والسحر فإن الأولى تأتي في كل زمان ومكان وبلا شرائط ومن دون تعلم وأسباب وتكون في مقام التحدي هي حيلة السحر حيلة يقول أنا أوقف لك هذا الحديد في هذه الغرفة في الهواء هنا أنا هاي الغرفة نقول لله في ذيك الغرفة يقول ليش هاي الغرفة خلي مغناطيس في الجدران حتى تحفظ هذا الحديد شروط أكوه بعد شهر تعال بعد شهر أما المعجزة ما فيها أي مقدمات لأنها ترتبط بالإرادة الإلهية القاهرة فإن الأولى تأتي في كل زمان ومكان وبلا شرائط ومن دون تعلم وأسباب وتكون في مقام التحدي هذه هذه معجزة بينما الثانية تكون بخلاف كل ذلك بعدين الوالد يضيف نقطة لطيفة هذا إضافة إلى أنه لا يفلح فالساحر حيث أتى بخلاف النبي صلى الله عليه وآله والوصي عليه السلام فإنه يفلح حيث أتى لأنه يخاطب الفطرح وإن غلب بسبب قوة المبطل في برهة من الزمن فإن كلمة الله هي العليا وفطرة الله التي فطر الناس عليها لا يفلح الساحر حيث أتى شايفين ساحر أفلح أين ذهب السحر إيش قال السحر كانوا في التاريخ أكو واحد منهم باقي الذين قاوموا الأنبياء بسحرهم بكهانتهم بقوا كلهم انتهاء وبقي الأنبياء وبقي الأوصياء وين أبو جاه الراح وين أبو سفيان الراح راح في مجاهل التاريخ والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله الذي قاوموه بكل ما أمكنه النبي صلى الله عليه وآله يذكر في المنائر في كل يوم إذا تلاحظون الكرة الأرضية الأذان تدريجي يصير الظهر ففي الخط الأول يرفع فوق المنائر أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله بمجرد ما ينتهي الأذان في هذا الخط الأول الشرقي الشمس تدلك في الخط الثاني بعد كم دقيقة يعني بمجرد انتهاء الأذان الأول تقريبا يبدأ الأذان الثاني أشهد أن محمدا رسول الله بمجرد ما ينتهي الأذان الثاني يبدأ الأذان الثالث أشهد أن محمدا رسول الله وين أبو جاء وين أبو سفيان وين معاوية الذي جيش الجيوش وأمثال معاوية الأمويون العباسيون من قبلهم من بعدهم اللي حاولوا أن يمحوا إسمعلي بن أبي طالف صلوات الله عليه الآن في كل العالم في شرق الدنيا وغربها ينادى فوق المنائر أشهد أن علي ولي الله يزيد واليزيديون وين راحوا الإمام الحسين صلوات الله عليه طبعا رأيتم جانب صغير من هذه العظمة الدنيوية تسع ملايين في بعض الإحصاءات بعض يقولون هوائي أكثر من ذلك شيوخا كهولا أطفالا نساء حتى أطفال رضع شايليهم من مسافات بعيدة بعضهم خمسطعش يوم يمشون على أقدامهم حتى يصلوا إلى هذا المرقد المطهر واحد من الأخوة ذكر اللي قال أنا شفت في كربلاء واحد مقطوع الرجلين داي يزحف وهو جالس في حالة جلوس تدرون شنو يصير في لحم في هذا اللحم الذي يزحف يزحف وهو مقطوع الرجلين يقول عندما شفت هذا المنظر بكيته بالاختيار واحد إحدى رجليه مقطوعة يعتمد على عكازه من مسافة حوالي خمسمائة كيلومتر يمشي كم يوم في الطريق ثلاثتعش يوم أربعوطعش يوم خمسطعش يوم وعندما يقول له ما تعبت واحد مقطوع الرجل على عكازه ما تعبت يقول في طريق الإمام الحسين ما كتعه وين ذهب يزيد واليزيديون راحوا ويبقى الحسين صلوات الله عليه شامخا يتحدى الزمان طبعا هذا في الأرض الحسين في السماء أكبر منه في الآخر إذا الإمكانات كانت مهيئة موانع ما كان موجود لعله مئة مليون كانوا يأتون إلى قبر الحسين صلوات الله عليه في يوم الأربعين هذه العظم التي الله سبحانه وتعالى أعطاه أعطاها لأوليائه الصادقين أحد العلماء نقلي قال في فلان منطقة من العراق جماعة طلعو لكربلاء سيرا على الأقدام هذا النظير ما إلا في العالم قال هؤلاء الذين خرجوا من تلك المنطقة صار هناك تفجير انتحاري أوضى بمجموعة منهم قتلوا جرحوا عوقوا تعويق لعله أصعب من القتل يقول إجفد واحد أخذ يطوف في تلك المدينة يطوف في شوارع تلك المدينة وينادي أيها الناس هل تعلمون لماذا حدث هذا التفجير الانتحاري في هؤلاء الذين خرجوا من مدينتكم تذرون لي حتى يمنعوكم من زيارة الحسين حتى لا تفكرون أن تزوروا الإمام الحسين يقول وإذا بالناس يتركون أعمالهم هذا الخباز اجي وغسل إيده وأغلق محله إلى كربلا ذاك البناء اجي غسل إيده ترك عمله وقال لواحد أنه قول لعائلتي أنا رحت إلى كربلا هذه المحبة هذا العشق وين قبر يزيد تعرفون قبر ليزيد أنا خب ما أعرف أنا كم مرة رحت إلى الشام إلى الآن لا أعرف أين الدفن يزيد ابن معاوية وشوفوا هذه العظم التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لأوليائه المحقين الله سبحانه وتعالى ينصر أوليائه إننا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهار في هذه الحياة الحسين انتصار وفي هذه الحياة يزيد خزن ولا يفلح الساحر حيث أتا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسنج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي